موسيقى إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله كنتمنى أنكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير ومرحبا بكم في درس آخر من تعليم اللغة الإيطالية انطلاقا من اللغة العربية الفصحى ومن اللهجة المغربية أنه هنا كان درس طويل وقسمنا إلى درسين يعني بعد هذا الفيديو سيأتي فيديو آخر فيه أو يشمل الدرس الثاني لأنه درس يتكلم عن المذكر والمؤنث وهو طبيعة الحال شوية طويل إذن لهذا تفدينا أن يكون الدرس مميل وقسمناه إلى درسين أنه أولا وهو العنوان الجنري نقطتين مسكيلة وفمينيلة الجنري بمعنى النوع مسكيلة مذكر وهي فمينيلة مؤنث إذن نوعنا إما مذكر أو مؤنث هنا في هذا الدرسين سوف نتألم كيفية تمييز تقريبا لأنه ليس بسهل تمييز بين المذكر والمؤنث وكذلك كيفية تحويل الإسم من مذكر إلى مؤنث الإسم المفرد بطبيعة الحال أنه أول ملاحظة في اللغة الإيطالية كتقول بأن الإسم الذي ينتهي بأ فهو مؤنث والإسم الذي ينتهي بأ فهو مذكر ولكن هذه الملاحظة لا تشمل جميع الكلمات بل فقط البعض منها أنه هنا مثال يعني الفمينيلة يعني بعق الأسماء اللي كتنتهي بحرف A وهي بطبيعة الحال يعني في المؤنث عندنا أولا دونة دونة يعني المرأة أو المرأة دونة كلمات تنتهي بحرف A عندنا كذلك منطانيا منطانيا يعني الجبل أو الجبل منطانيا كذلك تنتهي بحرف A ثم عندنا الإسم الثالث هو كازا كازا يعني البيت أو الدار وإسم كازا ينتهي بطبيعة الحال هو بحرف A عندنا نفس الثاني عندنا المسكيلي يعني المذكر وعندنا كذلك أمثلة تنتهي بحرف O إذن كفالو بمعنى الحصان كفالو هو الحصان أو العود وكلمة كفالو تنتهي بحرف O ثم عندنا تشيلو تشيلو بمعنى سماء أو اسم كلمة كلمة تشيلو كذلك تنتهي بحرف O الكلمة الأخيرة أو الاسم الأخير هو صونيو صونيو كذلك تنتهي بحرف O وصونيو تعني الحلم أو حلا تنقولو تا واحد الحلمة حدا بها إنسان من شاي ناس كي يدي واحد كيحلب أو لا الحلم اللي يخصو بغي حقه كي يتمنى أنه يحقه كي صفة عما هو الحلم لكن أو بيرو بيرو تتعني لكن عندنا كلمات في المؤنث ولكنها سنتهي بحرف O يعني ما كتتطبقش على هذه الملاحظة مثلا عندنا لأمانو لأمانو بمعنى اليد وهي كنتهي بحرف O وهي المؤنث في اللغة الإيطالية أن كذلك في المذكر أن كلمات تنتهي ب-A وليست ب ليست بأسماء في المذكر مثلا البروبليما البروبليما يعني المشكلة وهي تنتهي بحرف A لهذا عندنا في اللغة الإيطالية قواعد أخرى كتبينا حتى كيفاش نتعلم ونحوله اسم المذكر للمؤنث وعندنا هنا أول قاعدة تقول بأن الكلمة التي تنتهي بحرف O ببساطة تنحول الأو لحرف A وكتحول لنا الكلمة أو الإسم كيتحول لنا من اسم مفرد مذكر إلى اسم مفرد مؤنث فقط بتحويل ذلك الأو إلى A والأمثلة اللي عندنا هي وكتعني القط أو القط أو المش وكتنتهي بحرف O وكترجعنا في المؤنث القطة أو المشة وكتنتهي بحرف A يعني ما غيرت أئت شيء حاجة في الكلمة غيرت فقط ثانيا عندنا أوبيرايو أوبيرايو بمعنى الآمد أو لوفرية كترجع أوبيرايو أوبيرايو من آملة أو لوفرية ثالثا عندنا راقاتسو راقاتسو بمعنى ولد أو يعني في داكسين المراحة خمشين ولد صغيوة الولد كترجع راقاتسا يعني فتات حتى الراقاتسو يمكن نقوله لا الفتا رابعا عندنا مسلمانو مسلمانو بمعنى مسلم كترجعنا مسلمانا بمعنى مسلما خامسا عندنا كريستيانو يعني مسيحي كترجع لنا كريستيانا كريستيانا بمعنى مسيحية عندنا كذلك إبريايو إبريايو بمعنى يهودي كترجع لنا إبريا إبريا بمعنى إيهودية لينو إد القراء donna montagna casa cavallo cielo sogno la mano il problema gatto gatta operaio operaia ragazzo ragazza musulmano musulmana cristiano cristiana ebreo ebrea دائما إذن في الجنر الماسكيلي الفنينيلي النقاعدة الثانية والتي تقول بأن الكلمة التي تنتهي بحرف E وهي إسم مذكر مفرد يجب فقط تحويل هذا الحرف A إلى حرف A لكي نحصل على الإسم المفرد المؤنث لهذا المذكر اللي كان عندنا في الأول يعني كان حيدو A وكان أعوضوها بقى كان حصلو على المؤنث مثلا عندنا سينيورة سينيورة يعني السيد سينيورة يعني السيدة سينيورة يعني ساهل سينيورة حيدنا A وحطنا بلاستاء كان سيدة سينيورة بأن دائما الإسم المفرد المذكر إذا كان كينتهي بأي في حالات كين كنا نحولو هذا A إلى إسا يعني A إس 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 أ وباش نحصلو على الإسم المفرد المؤنث عندنا مثلا بروفيسورة 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 اللي كانت يعني الاستاذ أو الاستاذ كترجع بروفيسوريسة بروفيسوريسة يعني أستاذة إذا زونا عليك E وأوضنها بإسا عندنا كذلك إسم دطور دطور كتعني دكتور دكتور فأي ماجل كان نزولو اي وكان عوضوها بس دطورس دكتورة هي دطورس مثل آخر ستودينتي يعني طالب ستودينتي كترجع ستودينتس ستودينتس وهنا أكثر الأسماء كيخصنا نعرفوهم كينا نعرفو هالتحويل لأنك نلاحظو بأن كلمة في الإسم مذكر مفرد كتقدر تسالي بأي ولكن المؤنة ديالا كيتغير إما كنعوضو بأ إما كنعوضو بأس هنا ما كنش واحد الإسم مختلف إلى الأخر يعني كنواحد الفرق باش نعرف بأن في وهذا غاد نحولو من أي والأخر غاد نحولو الأي غاد نحولوها الأس يعني كيخص هنا شوية ديال القرية وشوية سنتحلم الكلمات قدنا رابعا القاعدة الرابعة تقول بأن الإسم الذي ينتهي بحرف هاد الأ كنكنا نحولوها إلى إس مرة أخرى باش نحصلو لإسم المفرد المؤنث عدنا مثال هو الانفرميرة مينا بقاعد E, molto هي بزاف, أو كثيرا أو جدا. Molto جentile, جentile il-latif Sejid Gjorgio, ledi jeskulu بالقرب من الشاعri, l-latif جدا Idhan, enna fil-jumla l-gula, uinkontratu, يعni il-taqid In-kontrari, hija ni kan tlaqaw Il-taqa, hija fil-il-taqa, يعni tlaqina La dottore L-senaadi, chifna dottore, sainfermire Kadele, kuno studenti, wattali Ftani, indna Il-sinyor Gjorgio Chifnaha, ki-abita Alladi, abita Hiya abitare Hiyu, hiya l-fihlu, sa-kana jeskun Idhan Vicino بالقرب, maindna الشاعri, wal-poeta, chifnaha Motu, gul-na, bzaf, أو كثير Idhan, linu, idl-qiraa Signore, signora Infermiere, infermiera Professore, professoressa Dottore, dottoressa Studente, studentessa Poeta, poetessa O, incontratu La dottoressa Nadja Linfermiere Mina Il-sinyor Gjorgio, ki-abita Vicino Poeta E-moto Gentile E-moto عندكم اي صعوبة او اي اقتراح يعني مثلا كيف لكم الدرس طويل او صعيب المستوى الصعيب او عندكم شي اسئلة المرجو ان تكتبوها في التعليقات المرجو كذلك الاشتراك في القناة وتدعمها بلايك لما لا وكذلك تحاولوا انكم تشاركوا هاد الدروس يعني مع الاصدقاء ديلكم حتى تعم الفائدة لملا اذا اشكركم من جديد والى اللقاء مع السلام